تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة صحة وسعادة سعد الله ووقاتكم مستمعين الكرام في هذا اليوم الغالي على قلوبنا طبعا نحتفل به مقدما بيوم العلم استجابة للمبادرة التي أطلقها سيدي صاحب السبو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلسو زراح حاكم دبي رعاه الله أن نبدأ الحملة الوطنية والشعبية الشاملة والمستمرة احتفالا بيوم العلم الذي حقيقة يصادف الثالث من نوفمبر وهو ذكرى تولي سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله يعني مقاليد الحكم في دولة الإمارات وكانت توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد برفع علم الدولة عبر مباني الجهات والدوائر والمؤسسات والوزارات الاتحادية الحكومية بشكل متزامن في تمام الساعة الحادية عشر كإشارة لتوحيد رفع العلم علم دولة الإمارات العربية المتحدة عبر أراضيها ومبانيها كافة السنة هذه نحن يعني نحتفل اليوم بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا هذا يوم العلم مناسبة وطنية يعني تعبير من قبل شعب دولة الإمارات العربية المتحدة عن الانتماء والولاء للوطن والقيادة الرشيدة والتمسك بقيم الاتحاد اللي أرساها الآباء المؤسسون مناسبة غالية على قلوبنا اليوم في حلقة اليوم كذلك رح نتطرق حقيقة لهذه الاحتفالات منركز شوي على احتفالات هيئة الصحة بدبي من خلال هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا وأيضا ما نفتح المجال لكم مستمعين اللي يحاب أن يتداخل معانا عند أي مداخلة عند أي شغلة يبغي يتكلم فيها يعبر فيها عن حب وولاءة لدولة الإمارات يعبر فيها عن تقديره وإجلاله وتعزيزه لهذا العلم اللي يعد رمز لدولة الإمارات العربية المتحدة فحياكم الله معانا على الأرقام 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006 ما نقرأ رسائلكم وما ناخذ مداخلاتكم ولكن يعني خلونا في البداية مثل ما متعودين في برنامج بعد ما منهمل الجانب الصحي بتكون معانا بالنسبة لفقرة التغذية أخصائية التغذية العلاجية معانا في هيئة الصحة في دبي الأخذ حصة شيبي صبحت الله بالخير حصة صبحت الله بالنور أخي محمود مستمعين الكرام كيف حالك الله يسلم قبل أن أخذ فقرة التغذية أعتقد عندك كلمة بهذه المناسبة وناسبة يوم العلم احتفالاتنا بيوم العلم طبعا طبعا اليوم يوم الخميس الخميس الونيس ولكن اليوم طلّة جديدة طلّة غير اللي هو نحن نعنها احتفالات يوم العلم الإماراتي طبعا حبيتها هني شعب الإمارات وكل أخواننا المقيمي في العلم الإمارات بما سبت هذا اليوم نحن طبعا نحن على استعداد لنبدأ بالاحتفال إن شاء الله بيكون ساعة 11 في هيئة الصحة طيب ما نرجع نحن ما نتكلم عن هذه الاحتفالات لكن اليوم موضوعك بيكون عن التسوق الصحي فخلينا نأخذ الموضوع على السريع لأن بعدما نفتح المجالات لمواضيع أخرى تفضلي طبعا نحن نعرف أن مثل ما عرفنا الحفاظ على الصحة يعتمد على جوانب كثيرة الجانب الصحي الجانب التغذوي والجانب النفسي وبعد من ضمن هالجوانب لازم نركز على الجانب التغذية المتوازنة واللي تبدأ عندنا وين في مرحلة التسوق فهذا نحن نعرف أن نكون واعيين بمعنى أو مفهوم التسوق الصحي التسوق الذكي اللي يكون مبني على أسف صحية طبعا ما الشيء يعني ما يطلب منه تغيير جذري في طريقة التسوق أو في طريقة تنظيم في طريقة مثلا تجهيز قائمة المشتريات لا نحن بس يعني ممكن نغيح أشياء بسيطة بس عملية التسوق بحيث أن ننظمها ونستبدل بعض الاختيارات باختيارات أفضل طبعا نحن نوضح محاسن التسوق الصحي لأفراد الأسرة ونخليهم هم بعد مشتركين في هذا الشيء يعني أنا كربة منزل لازم أعلم مثلا زوجي عيالي أهلي أمي أبوي يعني أوعيهم بخصوص شو هو التسوق الصحي في البداية لازم نحن دبل ما نروح الجمعية أو السفر ماركت نحاول أن نجهز قائمة المشتريات بحيث أنه لما نصير هناك ما نصير نشتري يعني أشياء موالها داعي أشياء فيها فكريات زايدة أو دهون سعرات حرارية زايدة ولازم ما نكون يعانين هذا سبقين خط تحت لأنه لا يجب أن يكون يعاني شو بيسوي محمود يشتري كل شيء حتى لوها هذا مثل اللي يروح المطعم يعان يطلب وائد أشياء وبعدين يكتشف أن الطلبة ما لدى أي وبعدين شو يستويتم في البيت حتى ساعات مثلا الفواكه والخضروات ومسجات الألبون ويشتريناها بكمية كبيرة صح هذه الأشياء ما تسمع لنا فترة طويلة صح فممكن أنها شو تبسد يعني يعني نحن نحن نبع بعد نحن نصرف صح فلازم يعني نحاول نشتري مثلا على قد كمية مثلا على قد الأسبوع اللي نحن نحتاجها بس مو بنزيد ولا نغلل نعم وبعد لازم نعرف أن في عنا زميلي تكلمت قبل كم من يوم بخصوص البطاقة الغذائية مهم جدا أنه وقت عملية التسوق أنا يوم بصير بشوف منتج مكسوب عليه مثلا قليل الدسم أو الدسم أقل لازم أعرف شو يعني هالشي لازم أختار المنتجات اللي تناسبني أنا كفر مش ك والله أشوف هذا المكتوب عليه مثلا الدسم أقل يعني هذا صحي أكثر لا لازم أنا أعرف شو هو شو هو المنتج الأصلي اللي فيه دسم أقل يعني وبعد لازم نركز أنه لما نبدأ عملية التسوق أول شي نبدأ بمنتجات اللي مات مثلا الخضروات الفواكه مثلا الخبز المعلبات هالأشياء اللي يعني عادي مثلا أنا أبدأ فيها وبعد الساعة لأنني ممكن أتخل الجمعية الساعة تسعة ونص وخمس ساعة عشر ونص يعني على حسب وأخلي منتجات المثلجة والألبان وهذه السوال في آخر شي عشان يعني نحافظ على صحتها وثعمتها من التلوث جميل وأول ما ترجع البيت شو تسوي محمود في الثلاجة على طول على طول نحطهم في الثلاجة لازم بعد نتأكد أن درجة حرارة الثلاجة تكون أربعة دقري سلسيس أو أقل طبعا فيه وي الدراسات تأجروها بحيث أنهم يقلسون يعني وعي المجتمع حول هذا الموضوع ويكتشفوا أن أكثر من أربعين بالمئة من المجتمع مبعارسين شو هي درجة الحرارة المناسبة للحفاظ على الأكل فلازم نعرف أن الفلاجة لازم تكون أربعة والفريزر ثالب ثمانتاش جميل هذه نصائح مهمة جدا يعني أهم شغلنا اللي علقت في بال أنك لا تروح تسوق ونت يعان هذا هم شيء مشكورة أنا كلنا نضيح في هالفق لا لا هذه مسألة وايد مهمة الواحد لازم يأخذها بعين الأتبار خذنا حصة شيء بخصائية التغذية في هيت الصحة بدبينها شكرا لك هذه الفقرة الجميلة وهذه النصائح وكل عام وتب خير وشكرا جزيلا أنت بصحة وسلامة ودمصم كلكم صحة وسعادة شكرا لك طيب مستمعينا نحن مستمرين معكم عبر برنامجكم صحة وسعادة عندنا الكثير من الفقرات القادمة أيضا من خصص جزء كبير من برنامجنا عن هذه المناسبة الجميلة الغالية على قلوبنا جميعا يعني احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم العلم يوم الانتماء يوم الولاء يوم التمسك بقيام الاتحاد اللي أرساها الوالد المؤسس الله يرحمه ويغفر له الشيخ زايد بن سلطان آل انهيان الله والله يعني كل كلمات اللي الواحد ممكن يعبر فيها عن انتماء وطنيت لدولة الإمارات والله يعني تعجز الكلمات عن التعبير عن هذا الحب وهذا الولاء يوم العلم العلم رمز نعم انه رمز لكن يعني رمز لحب وولاء وعطاء لهذا الوطن هذه القيادة اللهم لك الحمد ربي لك الحمد انه عندنا قيادة رشيدة والله انه يعني اللي نشوفه حقيقة من إنجازات تختصر ملايين السنين يعني في دول عمارهم مئات السنين ما حصلوا انجازات مثل مثل الانجازات اللي نحن سنحققها في ظل هذه القيادة الرشيدة اللهم احفظهم ويا رب اطول في عمار شيوخنا وقادتنا ويحفظ هذا البلد ما اطلع فاصل مستمعينا واللي عنده اي مداخلة عنده اي مشاركة على ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق الرسائل النصية على أربعة صفر صفر ستة فاصل وراجعين صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة في هذا اليوم الجميل هذا اليوم الوطني الرائع اللي يعني تحتفل فيه الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والكثير من مؤسسات حقيقة القطاع الخاص المدارس وإنما بتروح اليوم فيه احتفالية بيوم العلم اللي يصادف حقيقة الثالث من نوفمبر ولكن يعني جدمنا الاحتفالات بأوامر سامية بحكم أن نبغي جميع الجهات وجميع المؤسسات تحتفل بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا اللي حقيقة مثل ما قلنا يعني تعبير عن الانتماء والولاء للوطن ولهذه القيادة الرشيدة وأيضا دائما ونقول أن العلم رمز للتمسك بقيم الاتحاد التمسك بالولاء لهذا الوطن الغالي هو تجسيد لمشاعر الوحدة والمحبة بين أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة هو تعزيز الشعور بالانتماء وترسيخ للصورة الحقيقية لدولة الإمارات إذن أرقام التواصل معانا 6-0-5-5-1-4-1-4 أو عن طريق الرسالة النصية على 4-0-6 كذلك اللي حاب يشاركنا مستمعين حياكم الله معنا صح أن معظم الاتصالات كلها هتية على البث المباشر ولكن نذكركم أن البرنامج انتهى اليوم حتى فاتحين المجال يعني أنت لو متصل عندك ملاحظة أو عندك شيء عندك مجال أنك كذلك يعني تطلع معنا على هو تعبر عن مشاعرك بهذه المناسبة الغالية هنا في مجموعة رسائل يعني هذه رسالة جميلة من سيف الهرمود يقول الوطن هو الحب الوحيد الخالي من الشوائب حب مزروع في قلوبنا ولم يعني ولم يصنع هو حب مزروع في قلوبنا ولم يصنع أيها الوطن المترامي الأطراف المستوطن في القلوب أنت فقط من يبقى حبه خالدا أبديا نعيشه كل يوم أيها الوطن أنت كأنشودة الحياة وأنت كبسمة العمر يا سلام يا سلام طيب عندنا ناصر ناصر صبحك الله بالخير صبحك الله بالنور والسرور يا هلو يا مرحبا يا حياك الله تفضل يا سيدي على كل المبروكين إن شاء الله في يوم السعيد نحن اليوم يوم العلم نعم نعم يوم العلم أحسد أسعد يوم بالنسبة عندنا نحن اليوم فحبين نشارككم في شيء واضع وسلم عليكم ونسمع صوتكم الله يسلمكم يبجيك شو تحب تقول بهذه المناسبة يا ناصر المناسبة عندي نصيحة بسيطة مثل ما يقوله وطبعا هذه من من أقبال قلب الواحد لما يحب شيء ويشوفه في شيء ما يعجبه قبل استطاعت لازم يوصل لرسالة عن طريقكم أنتو يعني أدعادكم المكرمة يساكم الله خير باب مرتوح تفضل فحين العلم نحن الحمد لله نشر ربي وينما يكون وكتشفه وقراسنا ولو أخير محمود معي ولا هي هي محمود يوح تفضل يسير يسمعك انت لو تدري يا لخ محمود نحن في غير دولة الامارات ونشوف علم دولة الامارات كم لطعم نشاهد العلم والله صدكت والله صدكت في الحالة هذه يعني نحن نطلع خارج دولة الامارات وينظر في بعض النظرات أو بعض المنباني أو أي جزء تابع لدولة الامارات ونشوف علم دولة الامارات نبهر ونفتخر دولة الامارات شوف العلم ما شاء الله شوفوا هنا كيف المميزات خاص صادق يا ناصر صادق فالحين عندنا نحن الحمد لله في كل يوم وفي كل بيت وفي كل سيارة كل واحد عنده علم صح وعلى كل مبنى بعد يشرفنا فوق صح لكن في نقطة واحدة تبقى يا لخ محمود نعم عقم الفترة هذه تنتهي تلقى العلم مطرطن مششقق مبيض يعني لا غير السر الناظر يعني شيء ما يشرف صح صادق يعني نبهر مثل ما تقول أخوان اللي يستمعون أو يعجبهم ولا ما يعجبهم من خلصت المهمة المطلوبة والفرح اللي تكون حافظون على النقطة هذه لا يبقى يعني علم دولة المرات مشوه في أي مكان السير أحسنت أحسنت هذا كلام سليم إزاك الله خير يا ناصر إزاك الله خير على هذه المداخلة الجميلة وهذه الملاحظة الرائعة لأن بالفعل أخواني يعني دائما يكون هناك حرص إذا أنت حاط العلم على سطح بيتك أي جهما يعني يعني خل دائما عينك على هذا العلم وشوف يعني أحيانا الواحد بأسباب الجو يعني سواء كان شمس أو هو أو شيء العلم يتآكل أو يروح لونه فتغير على طول لأن هذا رمز عزة وفخر لنا إزاك الله خير يا ناصر فإحنا مثل ما تقولك نفتخر في علمنا ونفتخر يعني في دولتنا نعم والله يحفظ الدولة آمين وحاكمين الدولة وكل الجماعة المسؤولين على القسم هذه الشراعة يعني بغينا نوصل للنقطة هذه زاك الله خير وطبعا عن طريقكم المباشر أنتوا أقرب للناس مننا نحن ما قصرت لا على عكس بالعكس نحن منكم وفيكم لا وإننا عم فيكم لكن بعدها هناك يا أخ محمود يعني الآن أنت تتكلم بالعداعة أنا أتكلم من تليفون ماش كل وقت أنا أقدر أسمع الناس بتليفوني صادق إزاك الله خير يا ناصر وصلت الرسالة زاك الله خير اللي يسمعون يحافظون على النقطة هذه إلى ما غلبنا عليهم رسالة واضحة جدا وصلت إزاك الله خير وكل عام أنت طيب شكرا لك يا ناصر الله يسلمك ويبجيك ويتكثر من أمثالك مشكور ناصر طرق لي مسألة مهمة يا جماعة خير والله العظيم يعني ما تتخيلون الشعور اللي عندنا لما بالفعل تسافر أي بلد في العالم والحين ما شاء الله يعني أي مكان بسير إلا بتحصد لدولة الإمارات العربية المتحدة بصمة فيها تشوف العالم طالع فوق في هذا البلد يا أخي شعور مختلف تحس أنك أنت يعني مالك الدنيا كلها لما تشوف علم بلادك مرفرف في أي مكان في العالم فالله يعز الإمارات عموما عندي رسالة شوي بعيدة عن موضوعنا واحتفالاتنا بيوم العالم إن يوم يقول هذه الرسالة من أخونا عبد الرزاق أنا بقراها مثل ما هي وأحمد أبغيك تأخذ الرسالة مع رقم الريال إنزين وتحط ضمن ضمن آلية الملاحظات عندنا للشباب عندنا في وصل صوتك إن شاء الله ممكن يقدرون يساعدونه بشكل أو بآخر يقول السلام عليكم عفوا أنا أعاني من مرض تشاركو تفوت وسويت عملية أحد المستشيات الخاصة وكمل ست شهور وحسيت أن قدمي ما تمشي بطريقة صحيحة راجعت المستشيات وبعد أخذ الأشعة قال للطبيب إن العملية بايضة بايضة يمكنها مصري قالها بايضة أعتقد هذا اللي يقصدها طيب أنا قبل ما أسوي العملية قلت للطبيب إن أنا أعاني من مرض السكر من النوع الثاني والضغط والسرور وبعدها راجعت المستشفى دبي في اسم الجراحة الخاصة فحولوني للأشعة وبعد مراجعتي للطبيب على أساس أن فيه زاير خاص من دكتور خاص بريطاني وبروفيسور اللي راح يعمل للعملية وبعد مراجعة للطبيب في تاريخ 21-9 تفاجب الطبيب يقول لي إنه ما راح ييجي ويمكن ييجي على شهر 12 وهذا مباكيد فقط يرجى قراءة رسالتي على لوعسى حصل للطبيب مختص لحالته عبد الرزاق إن شاء الله تعالى رسالتك وصلت ونحاولها للمسؤولين وإن شاء الله يا رب نحل لك هذه المسألة ونكون يعني وسيلة رب العالمي يسخرها لك لحل هذا الموضوع نطلع فاصل بعد الفاصل نتواصل صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام متواصلي معاكم في هذا اليوم الجميل هذا اليوم الوطني الرائع هذا اليوم اللي يعني نعبر فيه عن يعني هذه المشاعر الجميلة تجاه هذا الوطن الغالي تجاه علم هذا الوطن الغالي هذا يوم العلم اللي يلتف فيه شعب الإمارات قيادة وشعبا في لحظات تاريخية حول رمز الدولة علم الدولة تعبيرا عن مشاعر الوحدة والولاء والوفاء في في يعني ملحمة وطنية جميلة تعكس التضامن الحقيقي ما بين أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا يعني الأمانة بعد أبغي أقول حتى المقيمين على هذه الأرض الطيبة منحصل يعني إخواننا العرب منحصل حتى الأجانب كلهم يلتفون حول هذا العالم وكلهم يعبرون عن حبهم لدولة الإمارات العربية المتحدة كيف ما يعبرون عن حبهم لهذا الوطن وهذا الوطن يحتضن الجميع هذا وطن الخير وطن العز وطن الانتماء يعني لكل المعاني الأخلاقية لكل المعاني الإنسانية فاللي يزور نهني اللهم لك الحمد في دولة الإمارات كيف ما يحس بالانتماء لهذا الوطن يا أخي معزز مكرم شو ما كان جنسيتك شو ما كان وضعك أنت معزز مكرم في هذا الوطن الغالي إذن اليوم نعتز بالعلم هو تعبير حقيقي عن الانتماء لهذا الوطن ونشارك محبتنا لهذا الوطن عن طريق يعني العمل على حماية هذا الوطن العمل على تنمية هذا الوطن كل في مكانه هيئة الصحابة دبي عندها العديد من الاحتفالات في كل مراكزها في كل مستشفياتها عندي الزميلة أسمى الجناحي موجودة في مستشفى لطيفة أعتقد اليوم أسمى صبحت الله بالخير كل عام وانتي بخير أعطينا الأجواء عندك هناك الأجواء عندي تعب أنه ما باقي على رفع العلم تقريب ما باقي على 10 دقيقة والناس ما شاء الله من الحين جاهزين ما شاء الله الجميل أن حتى الموظفين يأيين مع عيالهم مع سارهم كلهم يأيين يشارفونهم في هذا اليوم والأجمل بعد أن حتى المتعاملين يأيين يدرون المستشفى بعد مصطفين معنا لرفع العلم جميل لأن هذه مناسبة وطنية الكل فرحان فيها لو أشوف محمود يريد أن أقدر أصور اللي قاعدين نشوق يعني كل الجنسيات كل الأشخاص يأيين ومصطفين عشان علم دولتنا الغالية المحبة الموجودة بين كل الجنسيات دولتنا الغالية يعني شعور صاح ما يوصف أسمى إذا في حد حوالي هناك ممكن بس تمرين على الجمهور تأخذين انطباعاتهم إذا يعني في حد حوالي ممكن أن يطلع ويتكلم ويعطينا يعني شعور بهذه المناسبة الغالية تبصت قاعدين يدور يلبس الشال واللي يأخذ الشال توقع أن كلهم مرتبشين عندنا نعم طيب شو اللي بيصير عندنا هناك في مستشفى لطيفة حاليا حتى احتفالات موجودة برامج وأنشطة أيضا موجودة بناصبتهم العالم وممكن أننا متشفرطين في كل مراكزنا تخصية والرعاية الصحية وكل المراكز التابعة لهيئة الصحة يعني نحن بنفس الوقت نرفع هنا بيكون كل المراكز تخصية وأيضا للإدارة العاملة هيئة الصحة في جبي جميل جميل إذن نسمع الهازيج يعني مباني الهيئة من الصبح أنا سأل المكتب يعني جميل أن الواحد يسمع هذه الهازيج والأجمل أن مع رفع علم الإمارات يردد صدى النشيد الوطني لدولة الإمارات عيشي بلادي عاش اتحاد وإماراتنا كل هذه المشاعر وكل هذه الأمور يعني تحسسنا بقيمة هذا الرمز الغالي على قلوبنا إذن نحن نحتفل بيوم العلم اللي صاد في يوم الثالث من نوبمبر من كل عام اليوم يعني نحتفل مقدما بهذا اليوم برفع هذا العلم أسمت أريد أن تضيفين شيء قبل ما اختم معك بس أحب أقول أن هل أغاني بعض الشخص الحماس أنه يشتغل ويقدم أكثر يعني هم مجرد ترمع الرفع لازم نحن بشغلنا بمجهودنا بإنجازاتنا المحافلة الجوالية فهل جميل الأخيرة كنتحف أقولكم يا عبد شكرا جزيلا لك يا أسمى الجناحي كانت كلمنا من مستشفى لطيف تنقل لنا الأجواء الموجودة حقيقة احتفاء بهذا اليوم الغالي على قلوبنا شكرا جزيلا لك يا أسمى طيب يعني مستمرين معاكم أحمد في مداخلات زيادة ولا في منو معنا طيب لي ما يجهزون حب الوطن هو حب غير مشروط أم خليفة أحسنتي أم خليفة يعني هذا حب غير مشروط وحب يعني بالفطرة يعني الإنسان عند انتماء للأرض اللي يعيش عليها فما بالكم إذا كان هذا الانتماء لقيادة وحكومة مثل قيادة وحكومة شعب الإمارات يعني نلاحظ الآن حتى هناك يعني الكثير من الدواير والكثير من المؤسسات حقيقة والكثير من الأفراد يتجمعون لرفع العلم هذي وين عيسى هذي في ساحة الاتحاد عند عند السارية العلم طبعا هذه المنطقة اللي اللي شهدت يعني تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة ارفعه عاليا ليبقى شامخا رايتنا تعانق الفضاء كل هذه الأمور يعني نحن نتحدث عنها ليش؟ لأن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت أن تحقق الكثير من الإنجازات في ظل يعني القيادة الرشيدة من المؤسسين رحمة الله عليهم إليه يعني الله رزقنا بخيري خلف لخيري سلف سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظها الله وأيضا يعني اليوم المؤسسات والدواير وأبناء الإمارات في البيوت في كل مكان على السيارات بدحصلون يعني علم الدولة يرفرف خفاقا وهذا جزء بسيط لنا أقولكم الفترة هذه أنا دائما نسميها هذه الفترة من السنة نسميه الشهر الوطني عندنا العديد من المناسبات الوطنية في هذا في هذه الفترة عندنا يوم العلم يوم الشهيد واليوم الوطني للاتحاد كل هذه مناسبات يعني التعزز عندنا روح التقدير والانتماء والالتزام برفعة هذا الوطن مكانة العلم في قلوب ابناء الدولة مكانة عالية خلوني أسمع مايد قبل أن نكمل معاكم تفضل يا مايد السلام عليك يا أخوية محمود يا هلا كيف الحال طول عمرك تفضل يا مايد الله يدي فضلك طويل عمر نحن اليوم متصلين وبمناسبة هذا اليوم والمناسبة العظيمة على جميع مواطنين دولة الإمارات وعلى حكومتها متصلين نجدد الله يطول عمرك الولاء لقيادة الموقرة قيادة دولة الإمارات في هذا اليوم العظيم طبعا اليوم يوم العلم يوم العز والكرامة يوم تجديد جميع من يعيش على هذه الأرض الولاء لحكومتها وانتماء وحب لبلاده فنحن متصلين نعطيكم الرسالة هذه ونقولكم نحن وياكم قلبا وقالبا ويا الدولة ونحب كل شيء يستوي في الدولة الناس تحتفل وتفتخل بدولة الإمارات وتفعل دولة الإمارات إن شاء الله وجعل الدولة الإمارات تكون خصات بجميع محافلة العالم بمشيئة ذاك ذاك الله خير يا مايد شكرا لك على هذه المشاعر الجميلة الله يسلمك وانا عندي رسالة بسيطة قبل هذا ودني أقول حق أخواني المواطنين والمواطنات والمقيمين كذلك على هذه الأرض الطيبة بأننا مجبورين وملزومين أن نبذل كالغالي ونفيس من أجل الدولة ومن أجل لو نقدر الله يقدرنا نرجل بسيط للدولة وكرم الدولة وعطاء الدولة علينا جميعا فأتمنى منكم يا شباب الوطن أنكم تبذلون ولا تبخلون على دولتكم بجهدكم وبعطاءكم وبعلمكم إن شاء الله وشاء رب العالمين أني حظي زاكر الله خير يا مايد رسالة جميلة ورسالة يعني تتوجه فيها لكل أبناء هذا الوطن وأقول لك يا مهما عطيت والله مرت جزء بسيط من يعني فضل الدولة علينا فضل الدولة علينا أحسنت أحسنت إن شاء الله رب العالمين أن يحفظ دولة الإمارات ويسود عليها الأمن والأمان يا رب وجميع دول خليج والمسلمين من مشية الله تعالى وشاكر لك الفرصة هذه القيمة شكرا لك بالعكس وأتمنى وأتمنى إن شاء الله أن ندوم الأفراح والسعادة على دولة آمين يا رب شرفتنا شرفتنا يا سيدي شكرا لك إذن علمنا رمز عزتنا ودلالة فخرنا نرفعه عاليا شامخا ليبقى معبرا عن الولاء للقيادة والانتمال هذا الوطن الغالي علم الإمارات يمثل التسامح يمثل المحبة للإنسانية يعني هذه هذه الرسائل اللي تحرص الدولة على إيصالها للعالم من أول ما تم إنشاء هذه دولة الإمارات العربية المتحدة يعني المؤسسين رحمة الله عليهم اجتمعوا تحت راية هذا العالم وأعلنوا عن تأسيس هذا الاتحاد المبارك هذا الاتحاد اللي ننعم مستمعينا بإنجازاته وعطاءاته في جميع المجالات إذن يعني هذه الرسالة نوجهها للمقيمين على هذه الأرض الطيبة نقولهم أنتوا مننا وفينا أنتوا مننا وفينا وعطاكم كذلك لهذا البلد هو عطاء لا يقل عن عطاء المواطنين فنقولكم دولة الإمارات تفتح أبوابها للجميع إذن هي رسالة تسامح ومحبة للإنسانية أثمن ما يمكن أن أثمن ما يمكن أن يحلق في سماء وطن الغالي هو هذا العلم الشامخ طيب في مكالمات أحمد ما شيء مكالمات يقول لي في أحمد عقوب شسمة طيب أرقام التواصل معنا أنا إذا أخذ أي مكالمة عندي أقل من خمس دقائق عقوب ما نختم وما نتحرك على الفعاليات الخاصة التي تقام بهذه المناسبة إذن أثمن ما يمكن أن يحلق في سماء وطن الغالي هو علمنا الشامخ هذا العلم اللي كل ما شفناه تجلت جدامنا مستمعين أسمى المشاعر الوطنية مو بغريب يعني أن الواحد يفدي روحه لعلم بلاده فهو بالك علم دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العلم مو بس نفدي برواحنا نفدي برواحنا وارواح عيالنا وعيال عيالنا علم غالي على قلوبنا مناسبة وطنية إذن تجدد هذا الانتماء لهذا الرمز التضحية العطاء الشاهد على إنجازات دولة الإمارات تقدم دولة الإمارات بين الأمم يعني الاحتفاء بهذه المناسبة واجب وطني وأيضاً من خلال يعني الواحد يرفع مسؤوليته تجاه هذا الوطن ويرفع السقف العطاء لهذا الوطن ويرفع السقف الانتماء لهذا الوطن فالكلمات تعجز حقيقة عن وصف هذا الحب وهذا الولاء لهذا الوطن الله عندنا بمصبح صبحك الله بالخير بمصبح صباح النور والسرور يا أصداد محمود الله يسلم كنا عادة نختم معاك انتر يوم يلا تفضل بمصبح ما نختم معاك الله يحفظكم تحية للموجودين ومستمعين وهيئة الصحة وجميع العاملين الله يطول عمرك شو بقول العلم اللساني يعجز من ما تفضلت والكلمات شو بقول يا علم يا من رفعتك علم وكل من بعزك ومجدك حلم انت بريقنا انت رمزنا في شموخنا يا علم عزنا لا سنين ولا ظروف تهزنا دامك انت لدارنا رمز و علم وصامحونا هذه الكلمات تطلع من القلب صح حلسانك يا أبو مصبح تسلم تسلم يا سيدي الله يحفظك نحن منكم وفيكم وما ننبد عنكم الله يطول عمرك مشكور يا أبو مصبح مشكور أنا كنت أبغي أختم مع أبو مصبح لكن بعد أبو محمد معنا تفضل يا أبو محمد مرحب الله تفضل عليك كيف الحال تفضل يا سيدي كنا ما نختم لكن قالوا لي أبو محمد قلنا خليه يطلع معنا تفضل والله بس أعطيتنا الفرصة نعبر عن سعادتنا وفرحنا طول عمرك تفضل وإحنا طبعا يعني نفتي العلم والإمارات في أولادنا وبعنفسنا وصراحة يوم يوم يعني وطني يوم سعيد يعني صراحة الحمد لله والشكر لله الله يدو من الأمل والأمان على هذا البلد طيب والزاعدين عن نفتيها بأروحنا بس وهذا اللي حبيت يعني أن زاك الله خير يا أبو محمد بشاعر جميلة وراقية منك وشكرا على اتصالك ومشاركتنا هذه المشاعر شكرا يا أبو محمد شكرا على واجب الله يطعلكم الصحة والعافية إن شاء الله يبارك أمين أجمعين يا رب أجمعين إذن مثل ما قلنا هي رسالة تسامح ومحبة للإنسانية تحرص الدولة من خلال كافة الأمور اللي تقدم وكافة الانجازات اللي تحققت بالأمس يعني بالأمس القريب شفنا علم دولة الامارات يحلق إلى الفضاء ف شعور صراحة لا يوصى لما تشوف هذا الحلم يتحقق وتشوف علم بلادك يحلق في الفضاء كانوا يقولون بصور تعبيرية أن يعني خل علم بلادك دائما خفاق في الفضاء لا نحن اللهم لك الحمد برؤية هذه القيادة الرشيدة قدرنا نوصل للفضاء كانت لحظة تاريخية لحظة ما تنوصل لحظة تعبر عن الشموخ عن الاعتزاز عن الرفعة ف ما أقول الله يحفظ الإمارات قيادة وحكومة وشعبا وفرحة يوم العلم فرحة لا تقدر بتمن الله يحفظكم جميعا مستمعين نشوفكم إن شاء الله في مناسبات غالية على قلوبنا في هذا الشهر الوطني إذا صح التعبير وكل عام ودولة الإمارات العربية المتحدة بألف خير إذن هذه رسالة تهنئة كانت نابعة من القلب وتصل إلى القلب فشكرا لكم ونلقاكم إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم فحتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي